اشتركوا في القناة على عمق العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص مملكة البحرين الدائم على تنمية هذه العلاقات وتطويرها على كافة المستويات والمضي بها قدما نحو افاق اشمل بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين منوها سعادته بالجهود الطيبة التي تقوم بها الجالية السودانية في مملكة البحرين ومساهماتها المقدرة في مسيرة التنمية في المملكة من جانبها اعربت معالي الدكتورة مريم الصادق المهدي عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين واعتزاز جمهورية السودان بما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات اخوية راسخة وما وصلت اليه من تطور ونماء في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة معربة عن شكر الحكومة السودانية لموقف مملكة البحرين المساند لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية من ازمة سد النهضة الاثيوبي والداعم لموقف البلدين في الحفاظ على حقوقهم المائية في نهر النيل متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار هذا وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تكثيف التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية السودان على الاصعيدة كافة والتأكيد على ضرورة مواصلة تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة بالإضافة إلى استعراض القضايا والتحديات التي تواجه الوطن العربي وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر